السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأنه مودي النجار لعب الأكثر من نادي بأستراليا بالدورة الأسترالية الممتاز منها مالبورن وحاليا ماكارثر شوف ما شاء الله ورح تشوف أيضا هنا رح تلاحظ أن مودي النجار مو بس يدافع رح أيضا تلاقي يسجل أهداف ليش لأنه يلعب بمركزين مركز الظهير الأيسر الباك اليسار ومركز الجناح الأيسر يعني المهاجم بالجهة اليسرى ومدافع بالجهة اليسرى ولكن بصراحة أنا أتمنى أنه يتواجد مع منتخبنا بمركز الباك الأيسر الظهير الأيسر لأنه احنا عمدنا مشكلة بخط الدفاع وماشاء الله حاليا رح تشوف هذا سرعة وقوة بدنية وطول وفيقدر يستخلص بقوة البدنية الكرات الدفاعية دفاعيا ممتاز جدا وهجوميا أيضا ممتاز مودي النجار طبعا شوفهم ما شاء الله يسدد يدافع كل شيء يعمل اللاعب مودي النجار لاعب منتخبنا الوطني بصراحة كان اللاعب مثل يقولون صدمة عند الجمهور السوري ما كانوا متوقعين أنه يجي ما شاء الله تسديد حاليا قام يعرضو لك مهاراته الهجومية الآن رح تطلع بعد قليل مهاراته الدفاعية واشتون يستخلصوا الكرات لما يلعب بمركز الظهير الأيسر هذا هو مودي ما شاء الله اجراء قوية أيضا مثل ما قام نشوف اجراء قوية جدا لما يسدد الكرة وهنا المهارات الدفاعية حاليا قام تطلع المهارات الدفاعية مهارات دفاع مودي النجار شوف هنا سقطت تسقيطة هنا أيضا مهارات دفاعية استخلصوا الكرة بطريقة جميلة جدا ولكن للأسف حاليا نادي مكار ثريلي لعب معه مودي النجار متذيل ترتيب الدوري الأسترالي لكن هو لعب مع أندية مع أندية بأستراليا كانت قوية جدا وكانت من أعظم الأندية هناك في أستراليا كامل بورن شوف هنا لما كان لما يلعب ظهير ممتاز جدا بقطع الكرات والمساعده على قطع الكرات هو طوله وبنيته الجسمانية القوية طوله ما شاء الله متر وخمسة وثمانين ووزنه تسعة وسبعين قاطع الكرات مميز جدا اللاعب مودي طبعا هذا الفيديو رح يكون شوي طويل مشان نعرض كل مهارات مودي مو بس يعني تكون عبارة عن مهارة مهارتين ويفكرونها ببعض الجماهير طفرة لا فعلا اللاعب عنده مهارات وعنده أمكانيات إن شاء الله يستغلها بالمنتخب نحن ما بدنا زياد يكون مثل باقي اللاعبين مع النوادي يلعبون بشكل جيد ومع المنتخب لا وطبعا أكيد هذا الشي ضعف بالمنتخب ضعف انسجام أو شي لأنه اللاعب ما يكون مرتاح مع المنتخب أكثر مثل ما يكون مرتاح مع النادي مثل ما قام يصر حاليا مع مولهم بابولي محمود المواس عمر الزومة عمر أخريبين كل اللاعبين شوف هنا مهارات جميلة جدا للاعبنا الجديد مودي النجار الناشط بالدوري الأسترالي الممتاز هاي طبعا أنا بحبشت كثير لحتى قدر تجيب هاي الأهداف وهاي المهارات جبتها من موقع أسترالي من نادي كان بده يتعاقد مع مودي النجار قام جماهير هذول النادي عملوا تجميع مقاطع لمودي النجار ونشروها على أحد المواقع الأسترالية فرحت أرسلت لهذا الأسترالي أن أبعث لي هذا الفيديو فبعث لي هذا الفيديو وقدرت أحصل عليه وبصراحة فيديو موفق لأنه حتى اللاعب لما يركض أو شيء يتم التحديد له بشكل ممتاز جدا بهذا الفيديو يعني شرح توضيحي لمهارات مودي بأرض الملعب من خلال هذا الفيديو شرح ممتاز لكن الشي الخطورة بهذا الفيديو مثل ما قلنا لكم أن هذه القنوات الأسترالية ما أعرف إذا تسمح بتنزيل هذا الفيديو أو بتنزيل هذا الأهداف لذلك قام أقول لكم حطوا لايك تفاديا للحذر أو حذف هذا الفيديو ولكن بإذن الله يعني جباري بدنا أول مرة خاطر مشان نعرف يقبلون ولا لا نرجع على مودي ما شاء الله مهارات دفاعية مهارات هجومية ممتازة وجميلة جدا وما أعتقد واحد بالوسط الرياضي السوري استطاع يجيب هاي الحصريات لمهارات مودي بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فالحمد لله رب العالمين استطعت أني أحصل عليه فمثل ما أقول لكم ما شاء الله مودي لعيب حرفيا لعيب ورح يفيد المنتخب إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح حاليا بمبارات فيتنا مثل ما قلنا لكم أتمنى أنه ينزل كظهير أيسر وليس كجناح أيسر لأنه عندنا من اللاعبين المهاجمين ما عندنا لدينا منهم كثر ومهاريين وفيدون المنتخب لكن بالمنطقة الدفاعية عندنا عقم دفاعي رهيب جدا أضعف منطقة بالمنتخب هو مركز الدفاع تخيل المنتخب كله ضعيف فما بالك بأضعف منطقة بالمنتخب مركز بالمنتخب فيعني هذا ضعف الضعف هو مركز الدفاع ومثل ما تكلمنا بالفيديو الماضي مركز الدفاع للآن مملكين وحلول هكتور كوبر نفس الأسماء من السنين أرنقوط أحمد الصالح عمرو الميداني وهذول أيضا مدافعين الدور السوري فما في أي حلول فإن شاء الله يا رب مودي النجار يفيد مركز دفاع منتخبنا وخط دفاع منتخبنا خاصة إذا تواجده مع عبد الرحمن ويس فإن شاء الله رح تكون عندنا نفاثات على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسر عبد الرحمن ويس في مركز الظهير الأيمن ومودي النجار في مركز الظهير الأيسر رح يكون الأظهر عندنا شيء خرافي إذا تواجدوا هذول اللاعبين سوية مع منتخبنا تبقى فقط قلب الدفاع لازم اللاقي حلول لازم اللاقي حلول لخط الدفاع قلبي الدفاع يعني لازم نغير شوي بالأسماء بس والله هاي كانت مهارات مودي النجار وهذا كان فيديو اليوم اللي يعتقد حصري ما حدا من الوسط الرياضي ومن مواقع التواصل الاجتماعي السورية قدرت تجيب هاي المهارات للاعبنا الجديد ووفدنا الجديد مودي النجار بس والله هذا كان فيديو اليوم لا تسلعيك الاشتراك مشان تتصلك كل مهارات وأهداف لعبين منتخبنا ومنتخبنا السوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته